اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المستمعين واسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج نفتح فاق التواصل معكم مستمعين لإستقبال رأيكم ولحظاتكم واختراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام إذن نرحب بفريق العمل معنا في إعداد هذه الحلقة الزميل حسن البلاونة في التنسيق معانا ميرا المري وفي الإخراج والقواسمة وهذه أيضا تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي وصبح جالله بالخير دكتورة ندى الملة يا صباح الورد يا صباح الجمال يا صباح الخميس الونيس أخينا وصل الخميس آخر يوم في الأسبوع فإن شاء الله باتشر وراء باتشر عطلت نهاية الأسبوع نخليه مشاكل الدوام في الدوام وننطلق إلى الويكند بروح عالية عشان نرجع بطاقة إيجابية لليوم الأحد أذكركم برقام التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006 أيضا نرحب كذلك بكم مستمعين لمشاهدتنا عبر قناة صحة وسعادة ومتابعة تفاصيل هذا البرنامج إن شاء الله عبر قناة صحة وسعادة طيب دكتورة وايد مرة تصير معنا نايمين أو في الليلة يجيسنا أرق ما نقدر ننام ما أحب الأرق سبحان الله على الساعة ست ست ونص قبل الدوامة بساعة تي نوم غير يستوي طعمه ومن يرن المنبه تستوي رقدا غير تحس كأن أحلى رقدا بتكون مع ما يرن المنبه يعني ولا وسبحان الله بعد في الدوام تنسين شي تثاؤبين ولا ييت رقاد زين في الليل ما شير رقاد ليش في الدوام مستعدة يعني تنامين حتى لو على الطاولة ولا على الكرسي أي مكان أي مكان من التكرت تنطلق طاقة ما تعف من وين رقادي ييت ما تدري من وين لكن في الليل تشعتين رقاد ما ميت هي والله صدق ساعات ما تستوي معنات هاي الحالة تستوي معنا تتنامين ساعة ثمانة ونصم أحيان لا تسع يأذي العشة متأخر آه زين طيب يقولك النعاس في النهار يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر أفاد الدراسة طبية بأن الشعور بالنعاس في النهار يؤدي إلى تراكمات في الدماغ ترفع من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر وقال الباحثون في مايو كلينك إن الأشخاص الذين يشعرون بالنعاس خلال النهار بسبب قلة ساعات نومهم أو استيقاظهم المتكرر ليلا يكون لديهم تراكم أكبر من لويحات الأميلويد والتي تؤدي إلى تآكل الخلايا الدماغية وبالتالي تراجع في أداء الذاكرة وفقدانها لقدراتها في النهاية مايو كلينك درس العلماء فيها مجموعة مكونة من 283 شخص تبلغ أعمارهم 70 سنة وأكثر ولا يعانوا من أي أمراض عقلية ومع تقييم لأنماط نومهم ومسح لأدماغتهم لمرتين على الأقل خلال الفترة الواقعة ما بين 2009 و2016 أظهرت الدراسة أن 63 شخص منهم من المشاركين يعني في البحث يعانون من النعاس المفرط في أثناء النهار كانت لديهم تراكمات في لويحات الأميلويد بالمناطق الحساسة في الدماغ هذا يردنا لنفس النقطة الأساسية لما نقول عن أهمية النوم يعني تشوفوا حتى أن قلة النوم أو عدم قصد كافي من النوم خلال الليل مو بس يسوي قلة نشاط يسوي تعب وإجهاد وقلة إنتاجية يزيد خطر إصابة بالزهايمر ليش؟ لأن حسن ما تقول الدراسة الناس اللي ما ترقيت عدل في الليل أو يكون نومهم متقطع ترى محمود في شيء يسمى كواليتي وفي كوانتيتي الجودة والكمية يعني ممكن حد يقول أن نمت ثمان ساعات بس ما تكون الكواليتي جيدة يعني ما يكون جودة النوم زينة يعني ما يكون في النوم العميق يكون نايم ومو بنايم تعرف لما تكون نايم بس تسمع كل صوت وتحسك الإضاءة يحد يبطل باب يسكل باب إذا تسمع هذا معناه أنت ما رحت في النوم العميق في ناس يقولون 6 ساعات ولكن النوم عميق متواصل فيكون عندي جودة جيدة للنوم فضروري جدا نحافظ على جودة جيدة للنوم عشان نمنع تراكم لوحات الأمالود لوحات الأمالود هي مواد موجودة طبيعيا عندنا في الجسم لكن مع التقدم في العمر يستوي تصريف الجسم لها أبطأ تبدأ تتراكم عندنا في أماكن معينة في الدماغ تعرضها لأمراض الخرف والزهايمر والبركنسون وغيرها 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 فحتى النوم شوفوا معنا ما شاء الله دراسة على الناس عمرهم ما شاء الله كم سبعين سبعين سنة سبعين سنة ما شاء الله وللحين سبعين بلاس ما شاء الله يعني هما لأننا خلصت دراسة دراسة كم سنة كانت سبع ثمان سنوات يعني ما كان عندهم أي مشاكل عقلية لكن اكتشفوا أن هذين اللي ما يحصلون على القصد كافي من النوم كانوا متجمع للواحات الأمالود فتخيلوا إحنا على مدار عمرنا كله الناس اللي عمرهم ما يأخذوا كفايتهم من النوم أو دائما عندهم أرق أو دائما ينشون من الليل نوم متقطع شو تتخيل هذين الأمالود في مخهم يعني هذا متراكم ما أدري في ناس بعد يمكن أقال من سبعين سنة متراكم عندهم ترى أقول لك عشان تي يعني هذين دراسة بس سع سنوات وكتشفوا أن الأمالود عندهم جدا عالي فعشان شيء محمودة دائما نوصيك أن أنت تأخذ قصد كافي من النوم خصوصا مع وصيك أنت خصوصا مع رمضان يعني رمضان الناس ما تنام أتي الدوام راقدة يمكن ساعة أو ساعتين ويكون تعبانين ومجهدين فشهر كامل تخيل أنت ما تحصل على كفايتك من النوم فتخيل لوحيل لويحات الأمالود شو تسوي في أدمغتنا في جماعة الأرق عبارة عن عرض وحمل أعراض الموجودة لا نهملها فيه وائد من الناس تقول عادي دكتوران عشر سنوات ما أنام عدل ما في شيء اسمه عادي هذا عرض يأثر عندكم يرفع لكم ضغط الدم يؤدي إلى زيادة الإصابة بالسكر يسوي حوادث السيارات وائد من حوادث السيارات بسبب قلة النوم في الليل ناس تكون تعبانة لا تقولوا شيء عادي روح للطبيب نحولك على إعادة النوم وتشوف طبيب ممكن تحولك على طبيب أعصاب يفحص شو مشكلة قلة النوم طبيب المجاري التنفسية لأنه قلة جودة النوم عبارة عن مجموعة من العوائل لازم نعرف وممكن عامل نفسي الطبيب النفسي ممكن يلعب دول يعطيك شيء يساعدك أن أنت تنام بشكل أفضل فلنقول أرق عادي وأنا طول عمري عندي أرق وكل ربعي عندهم أرق ما في شيء اسمه شيء عادي لازم تشوف الطبيب ونقيم إحنا جودة النوم اللي عندك طيب نأخذ مكالمة من عبد الرحمن والصبحة يشير لك أنا أصفة سامحني أخي عبد الرحمن صبحك الله الخير عبد الرحمن صبحكم الله الخير كيف الحال كان الدكتورة من طرقة ما حبيتك سامحني أنا أصفة أنا صراحت لا أملك إلا أن أتصل إلى سماعة صوت الأستاذ محمود الدكتورة مدنزل شكرا شكرا تفضل الغاليين اللي أخذكم فيه درس في صف السادس جميل جدا اسم حامل عقد عندما تبدأ في قراءتي تجدوه يتكلم عن النوم تمام وأهميته في أمر وهو أن النوم يتيح للدماغ أن ينظف نفسه من خلال تباعد الخلايا ثم مرور السوائل لتنظف الجسد إذا أهمل هذا الأمر كما تفضلتم أمراض منها الزهايمر والأرق وما إلى آخرين اختراحي فقط يحفظكم الله أتمنى من خلال هذا المنبر ومن خلال يهود الهيئة المباركة أن يكون هناك منشورات أن يكون حملة توعوية في هذا الموضوع للكباب والصغاء سنة النمجة السلام كان النمجة السلام ينهى عن السمر بعد الأشياء إلا مع ضيف أو أن يسمر وجل أهله وذكر علماء طلب العلم لكن في غير هذا ما المجد منه أنا أعجبني من يومين سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسم حاكم الشارف رحمه الله وقال أنا أنام على الساعة التاسعة ولذلك ما سمع بقرار المكرمة هذه واستدرك الأمر أمر بالمكرمة التي هي المئوية الزائدة رحمه الله فأعجبني حاكم وله من الأمور المشاغ ما لا يخص عليكم ومع ذلك يجد أن من أجل أن يقوم عمله كما ينبغي لابد أن يام في الوقت الباكر هذا يفيد كذلك الاستخاب المبكر وقت الصحر لا يخص عليكم وما له من صحة على الجسم والابتعاد عن الجلطات والأمراض القلب أمر لا يخص عليكم شكرا لك بس ماذا يحفظه الله صبع الآن يعني مثلا عبدالرحمن بس بطل منك تختصر لي على أساس عندي فاصل لازم أطلع تفضل الآن عياني يديهم الأفقاد المغرب قبل المغرب هل من المجدي للطفل في الخمس سنوات ست سنوات خمس سنوات أن يعطى حظه متى ما ذهمه النوم أو نأخر لي لبعد المغرب أو بعد الإشاة حتى نوم شكرا لكم شكرا لك عبدالرحمن سؤاله من جاوبه بعد الفاصل وأنا بضيف على سؤاله دكتورة إن شاء الله إن مراحل العمر كم نحتاج فيها ساعات للنوم إن شاء الله هني يقول صباح الخير أنا أرقد أربع ساعات في اليوم الحمد لله أموري طيبة في النهار طيب فاصل ورجعي صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعيني الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دايما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا مستمعين على 600-55-14-14 ورسائل النصية على 400-6 عبدالرحمن كان يسأل عن ساعات النوم بالنسبة للطفل خمس سنوات خلينا ناخذ المراحل السنية كلها دكتورة مع الرضيع وليه ما نطلع على يعني 70 سنة طبعا الرضيع يحتاجون فترة أطول 18 ساعة في اليوم بس الطفل لما يستويث أربع سنوات عمر ممكن يصل 9 ساعات 10 ساعات ممكن نقسمها في أهل يتوقعون 9 ساعات يجب أن يكون كلها خلال الليل ممكن ساعة ونص خلال النهار والباج يكون خلال الليل البالغ 8 إلى 9 ساعات بس في ناس ممكن ياخذون 7 ساعات جودة جيدة للنوم ويكفيهم طبعا كل ما كبر الإنسان في النوم ينامون 4 ساعات ينامون 5 ساعات وما فوض 6 ساعات ينامون كبار السن ولكن لا يحبون ينامون فترات طويلة بالنسبة السؤال لهو قال هل الطفل عمره 6 سنوات ينام من المغرب أو قبل المغرب إذا ينام متواصل إلى ثاني يوم مثلا لو رقدت 6 ما ينشلك 11 عادي خلي أخر نوم لعبة سبحة يعني يشغلها بشي عشان ينام متواصل للصبح عشان ما يسو يتقطع في النوم أحسن طريقة خذ لفة بالسيارة حط وارة يلسى وراء خذ لفة بالسيارة يدوخ على الساعة 11 عقوب يرقد لك هاي 6 ساعات ومعنتك لا 9 9 حين أيام الدراسة في الباص الصبح ساير نايم راد الظهر ساير الباص نايم تعال شو السر ما أدري أنت ليه الحين تنام قلت لي في كل آلة متحركة في الطيارة تنام في المترو تنام ما عندي مشكلة في النوم أنا أرقد في أي مكان دكتورة شو ما كان الصوت لكن في الباص بالتحدي ذاكر يوم في وحدة من المدن الأوروبية ما أخذ هذا الباص السياحي أستاذ بيشوف المعالم كان أرقد بعد طب يا خسارة تذكرة الباص المهم يقول عزيزي عزيزتي الدكتورة الندو سيد محمود أبغيت بغيت توصلوني على دكتور في هشاشة العظام وألام المفاصل ضروري جدا وإذاكم الله خير أمطلال بقول لك شيء وصري المركز مركز الرعاية الصحية اللي أنت تاب عليه صحية أطلبي من عندهم تحويل على خصائي أو دكتور في هشاشة طبيب العائلة يحولت يعني أطلبي منهم كذا بيودون كل الدكاتور اللي موجودين عندنا اللهم لك الحم سواء في الهيئة أو خارج الهيئة معظمهم يعني جيدين وممتازين صحيح كلام زايد رحمة الله عليه كبير والله دايما كلامه رحمة الله عليه كبير وحكم عشان شي هو حكيم العرب بالضبط صحيح البارحة على شاطئ الكايت بيتش بدت منافسات الألعاب الحكومية في دورتها الأولى واللي يشرف عليها المجلس التنفيذي لإمارة دبي ويقوم بتنظيمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي نحن نتعرف على مشاركة هيئة الصحة في دبي في هذه البطول اللي بدت البارحة وكان يعني بالأمس كان يوم مخصص لي يعني منافسات السيدات صحيح أو النساء أيها ما صح لأن تشمل السيدات السادات والأنسات الأنسات ومنهم الأحياء لا شو بس أحياء أموات يلعبون الأحياء والموظفات يعني خصدي الأحياء كيف أحياء والدكتورات آه والدكتورات الموظفين والموظفات الموظفات والدكتورات زياد عموما معنا في السوديو الأستاذ حمزة عباس مدير مشروعات المشروعات للإنشطة الرياضية والاجتماعية في هذه الصحبة صباح كله صباح الخير أخي حمزة هلا صباح الخير أخ محمود وصباح الخير أخت ندي هلا فيك أخي حمزة ناورت دامم دام ناور عندنا في الاستوديو الله خلي طيب مشاركة هيئة الصحة في هذه البطولة تعطينا فكرة عامة عن هذه المشاركة أهميتها ويعني عدد الفرق اللي مشاركة إذا عندك معلومات من خارج الدولة من داخل الدولة البطولة هذه شو هي بالضبط عشان نعرف الناس فيها بس في البداية أحب أشكر شيخ حمدان بن محمد على مثل هذه المبادرات اللي تقوم في مدينة دبي على طول السنة يعني لتجيع الناس وتجيع الموظفين الهيئات الداخلية والخارنية لممارسة نشاط الرياضي ونحن في هيئة الصحة يسعدنا أن نشارك في مثل هذه المبادرات ومركز على مثل هذه المبادرات للموظفين والموظفات الأخرى كان هدف من الألعاب الحكومية بدأت بارحة كان شعارهم فريق واحد هدف واحد صحيح والهدف منه تعزيز روح العمل الجماعي صحيح بين الموظفين في جميع الهيئات الموجودة وعمل بطريقة مبتكرة بطريقة مبتكرة واستثنائية بينهم لأن هذه المبادرة تخذ جهتين بصفتين يعني صفها روح الابتكار والإبداع في قيادة اللي يدير المجموعة نعم في نفس الوقت يكون فيه لياقة بدنية صحيح نوع من التحدي عندك صحيح وبالتالي هذه شيئين ويبعض لأنك تختار مجموعة من الشباب أو الموظفين أو الموظفات عندهم شيئين في نفس الشيء حد عنده فكر وحد عنده عضلات وبالتالي الحمد لله نحن شاركنا بمجموعة من فريقين عندنا آنسات وفريق الشباب وفريق الآنسات تبارح شاركوا وكان عندهم تحدي آنسات ما في يعني آنسات آنسات بس كان آنسات بارحة تحدي آنسات كان حوالي سبع تحديات ما شاء الله المشاركين حوالي 66 فريق من كل الهيئات من كل الهيئات داخليا وخارجيا نعم 66 فريق بارحة للسيدات اللي كانوا آنسات موجودين والحمد لله نحن كهيئة الصحة كنا من فرق الأوائل اللي دخلنا في النهائيات الحمد لله خدنا ثالث بين شرطة دبي والديوة ونحن كنا الثالث ماشا الله والحمد لله بيكون نهاياتهم يوم السبت يعني شيء جيد وجميل من أن نحن نكونون موجودين في النهائي ممتاز هذه البطولة يعني بطولة للنساء وبطولة أخرى للرجال زين للرجال إن شاء الله اليوم اليوم مباشر يوما للرجال بيكون فيه تسع تحديات تسع تحديات بس اللي مشاركين تسعين فريق ماشا الله هاي تسعين فريق بيكونوا موجودين عدد ساعاتهم أكثر حوالي ثلاث ساعات حوالي ثلاث ساعة ونص بيكونون نحن فريقنا بيبتدي من ساعة ثمانية في الليل اليوم ثمان في الليل اليوم اليوم في الليل ماشا الله يوم كامل من الصبح لين في الليل تكون مغرور تعتونهم إجازة اليوم هم في إجازة لين يوم لحد عشان يتمرنون بعد يعني حق المنافسة ممتاز واني لابد أن أشكر معالي مدير عام الهيئة لدعم لألعاب الحكومي دائما متابعة متابعة دائما أول بأول شو الفريق شو السعدات هذا الفريق أنا حبيت أشكره يعني كل الدعم اللي قام في أكيد أنا كده أسأل قام نطلع على الهواء كيف استعدوا الفرق يعني شو التدريبات اللي أخذوها هل في تدريب معين للألعاب الحكومية نحن شاركناهم في برامج في جميرا بيتش مع مدرب متخصص لهذه الألعاب إحنا ودوائر ثاني بعد مشاركين في دوائر ثاني كان في مكان ثاني هو كان في القوز بعد في ألعاب شبيهة بالألعاب لهم يسوينا في مكتب التنفيذ ومجلش دبي الرياضي تقريبا يعني ممتاز عشان تشجد كان تمرينهم خلال شهر المصر لأنه كان قبل كان بيكون البداية تاريخ 26 تم تعجيله لتاريخ 9 اللي بارحة نعم وكانت البداية يكون على مستوى حكومة دبي في البدايات بعدين رح تطوروها كان فيه طلب من الإمارات الثانية للمشاركة لما يسوي على مستوى دولة الإمارات نحن كنا واحد صحيح وبالتالي رحوا فاجئونا يا أبو الدول الثانية الدول الثانية تعزيز المنافسة تعزيز المنافسة يا أبو بريطانيا ما شاء الله أمريكا تايلند تايلند كندا نيجر الأردن ومصر يعني فيه فرق من الهيئات الموجودة في هذه الدول تتنافس شرطة في لوس أنجرس واو جميل مع جماعتنا موجودين ما شاء الله اليوم جميل وبالتالي أتمنى لجماعتنا كل التوفيق الله يعينه لا عدل من الدربين يعني والله كفو عليهم أنا هنا أبغي أبغي أوجه رسالة حق التيم هذا لأن ما شاء الله عليهم بغض النظر دكتورة يعني أحيانا في دوائر معينة في ناس شبه محترفين صح صح ولكن المشاركة هي بحد ذاتها أكيد يعني إن شاء الله يا رب تكون يعني تنعكس على مش على صحتهم بس لا حتى على تفكيرهم بالنسبة تفكيرهم الإداري والقيادي ويكونوا قدوة محمود يكونوا قدوة الموظفين الآخرين أن يكونوا لياقة ويتمرنون أنا حتى اقترحت أن مفوض العقب يعطون هذه الحصص رياضية لموظفين لأنهم قدوة أنهم شاركوا في ألعاب تتطلب يعني لياقة عالية لا مثل هاي المبادرات اللي جاي من الحكومة الدبي الحين يخلي الناس يكونوا عندهم وعي صحي بمارسة رياضة في المجتمع صحيح ويحفاظ على صحتهم وفي الآن مناسبة أخ محمود أشكر جماعة لأنسات مننا اللي شاركوا بارحل الأخت محناز محناز قائدة الفريق هي نادة المحناز هالسنة ما شاركت سنة الياية إن شاء الله بالحياء أول أخت فواغي أول أخت جواهر أخت آمنة مرر أخت رقية وأخت شذرة كلهم بناتنا يعطيهم الفرافية مداما تذكرت الحين البنات تذكرنا الشباب بعد السريع شباب أنا أخ عبد الرحمن سلطان قائد الفريق أخ عبد الرحمن صالح موجود نارت من الأسنان بصراحة إدارة الأسنان صحيح هم تفوقين نشيطين ما شاء الله في رياضة لاعبين موظفين للفعاليات الحضور وكذا 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 حتى في كرة القدم وأشكري دكتورة حمد مسمار بهذه المناسبة يعني بعد زي ممتاز عني نارت عني جولي جون بدر هكذا الموجودين السبعة هم في النهاية المشاركة يكونون خمسة اثنين احتياط احتياط اثنين وممكن يبادلون نعم وعندهم كل لعبة احتياط في النساء وعندهم كل لعبة عشر دقائق بوترهم لو حطوني في احتياط عشان يخلصون بس شاكرين لك استاذ حمزة عباس مدير مشروعات للانشطة الرياضية والاجتماعية في هيئة الصحبة دبي ونحن ان شاء الله اسبوع القادم نحاول نخف بعد في لقاء آخر نتحدث عن الانشطة الرمضانية الرياضية القادمة شهر رمضان المبارك شكري لك هذه الجهود نطلع فاصل دكتورة انتم مشكورين وما قصرتوا شكرا بعد الفاصل ان شاء الله نتحدث عن موضوع مهم جدا وشغل الرأي العام في الفترة الماضية وهو منع التصوير في غرف عمليات المرضى على حسابات السوشال ميديا صح فاللي عنده اي مداخلة عنده اي شيء ولا عنده حتى كذلك اي ملاحظة على اي عيادة او اي اكاونط طلع مثل هذه الشيارات بيكون معنا الدكتور مروان المل مدير ادارة تنظيم الصحبة هيئة الصحبة دبي مناخذ يعني تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة سعد الله وقاتلكم مرة اخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي قد ملكم هيئة صحبة دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة والرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة طيب دكتورة ساعات يعني الواحد يمشي في بعض الصور على الإستجرام ولا يحط له أي شسمة بوست على السوشال ميديا ينزل في التعليقات عزة واحد يقول يعني قاعد يعزي حد ولا كذا تحت للتنحيف يرجى التواصل على كذا تبقى تخسر كيلوات تواصل معي على الخاص لأ مرخص من وزارة الصحة في دولة الإمارات ولا مرخص من الجهات في دي ايه كله يعني وائد غير الإزعاج اللي سولت على التعليق نفس اللي أصلا مو في مكان السليم بالضبط المعلومات الواردة فيه خاطئة تماما هنا هذا جانب جانب آخر شفنا في الفترة الأخيرة يعني ممارسات خاطئة من العيادات والأطباء في القطاع الخاص اللي يقومون بتصوير العمليات من داخل العملية غرفة العمليات من داخل غرفة العمليات ويتم يعني نقلها بشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضاربين بخصوصية المرضى حتى لو كان مريض موافق كان فيه قرار طلع من يومين دكتور مروان الملة مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي موجود معنا في السيوديو بيخبرنا عن هذا التعميم وهذا القرار اللي صدر من يومين في هذا صباح النور يا أخي محمود دكتور خبرنا عن تفاصيل هذا القرار وليش طلع القرار هذا وضع لمصلحة المرضى والحد الممارسات الغير صحيح اللي بدأت تنتشر أكثر في وسائل التواصل الاجتماعي سناب شات انستجرام يوتيوب بريسكوب فإلا لاحظنا أن العديد من المراكز جراحة اليوم الواحد والمستشفيات كان يصورون غرف العمليات سواء كان التصوير من شخص غير مرخص أو التصوير من أفراد مرخصين حتى مرة يعني شفنا أن طبيب التخدير هو بدل ما يكون يشرف على المريض ويتابع حالة المريض طبيب التخدير هو اللي يصور العملية نعم وغير عن يردع التعليقات بعدين كان يمكن يردع التعليقات وأشخاص غير مرخصين يكونوا موجودين في غرفة العمليات ما عندهم معلومات عن كيفية مكافحة العدوى عن تصرف السليم في غرفة العمليات يمكن يلمسون الأدوات الجراحية ويأثر ويسبب يعني التهابات في العملية صح وغير عن أن الطبيب رح يتشتت تركيزه الأجهزة نفسها دكتور يمكن حاملة لبعض الفيروسات طبعا طبعا المعروف أن الهاتف المتنقل الموبايل صح يعني من أكثر الأشياء اللي فيها يعني جراثيم صح لأن ما تتغسل ما تتنظم ما تتتعقم طريقة يعني فأرجع ويقول حتى الطبيب ما يكون مركز صح هم يركز على حوار صحفي وتعليقات للمتابعين اللي يسأل سؤال دكتور أقدر أسوي كما تكلف ويجاوب يعني يشتغل بالعملين في السأل وتحس أن الموضوع يستوى تجاري يعني وهذا مو وقت ولا مكان ف يعني بدعم معالي أحمد القطامي مدير عام هيئة الصح بدبي تم ما اتخاذ قرار منع تصوير العمليات سوى مباشرة أو التصوير والنشر لاحقا في كل العمليات الكبرى يعني سوى مركز اليوم الواحد أو المستشفيات طيب دكتور يعني الحين نحن نتكلم عن التصوير السوشيال ميلي لأن في بعض الأحيان في بعض العمليات يتم تصويرها تصوير بغرض الدراسة وبغرض يعني التدريب وهذا مختلف تماما عن اللي قاعد يصير من ممارسات خاطئة يعني نبغي نوضح المسألة لهم لأنه في بعض العمليات في لها كاميرات ثابتة في لها أوضاع معينة وتكون بغرض أو تنقل عبر مؤتمرات طبية بغرض التدريب والإفادة للأطباء صحيح فنحن ما نمنعها الشيء لازم يكون فيه موافقة مسبقة من هيئة الصحة صحيح بس الواقع اللي يحصل في العمليات الموجودة يعني أغربية العمليات اللي كانت تحصل يعني في وسائل التواصل الاجتماعي تكون عمليات تجميلية أكثر شيء صحيح كمريض أن الدكتور عادي خلي صورني يعني عشان يسوي دعاية حق عيادة بمعنى بس أنا موافقة عادي ما ما فيه انتهاك لخصوصيتي كمريض لا لا نحن نشوف يمكن يسوي للعملية ببلاش حقيقة صح لها الحق العام يعني الحماية للحق العام صحيح بعض الممارسات اللي لا تموت لعاداتنا وتقاليدنا ولا تموت إلى حتى يعني إنسانية المريض نفسه ببعض الأمور المستفزة ممكن في الخارج يسوونها في بعض البلدان يسوونها بحكم أن حتى هناك يتم استنكارها من قبل المجتمع أن في عملية استهتار بحياة المريضة أو غيرها في الخارج فصارت يعني أكثر من حالة موجودة عندنا وفي حال أنت وقفت فيها يعني اتذكر دكتور بصرام أو حالات كثيرة وأيضا الجهود العامة سواء كانت حتى من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الهيئات المعنية بالصحة العامة في دولة الإمارات بشكل صارع ضد هذه الممارسات فنبغي نتكلم حين إذا الجمهور لاحظ مثل هذه الممارسات أو لاحظ مثل هذه الأمور شو يسوي وين يتصرف كيف يدق على شخص معين أو في مكان معين أو أرقام معينة وتواصل رقم التواصل الموحل لهيئة الصحة في دبي 800 دي تشي 342 أو يبعث لنا إيميل على وصل صوتك بعد طريقة للتوصيل المعلومات أو إيميل لإدارة التنظيم الصحية مباشرة يعني وحتى في وسائل يديد الحين أن توصل لملاحظات يعني رسالة خاصة إلى حساب هيئة الصحة في الإستجرام وبعد الأخوة في إدارة الإعلام يوصلون المعلومات على الـ direct message 13 على الإستجرام دكتور ماروان أحيان مع قرب رمضان تعرف شو كانت طالعة في السوشال ميديا موضة العيادات التي تقول لك تعال بعالجك ببلاش طال عوايدة حين أشوف كذا بوست كذا حد يقول تعالوا بنعالجكم خصم رمضان عرض رمضان حتى على الصحة شو من الناحية التنظيمية في الأمور الإعلانات يعني هذه ما تخضع للرقابة ما تخضع لبروسس معينة في تصريح معينة ستأخذ العيادة مثلا قومة تعطي مثلا خصم على الكشف الطبيب ونسبة رمضان مثلا الإعلانات لازم يحصل على موافقة مسبقة يعني من وزارة الصحة ونزل قانون هيئة الصحة الجديد لعطانا الدور بعد في الإعلانات بس حاليا يعني الإعلانات لازم تقبلها موافقة يعني طيب دكتور في حالة أن يعني الواحد دخل على السوشال ميديا ويعبوله أدوية ويعبوله شغلات معينة يقول لك والله هذا تكلمنا في من البداية أن يضعف ويمتن لا كله يضعف المتن موم ما حديبه كله يضعف البروتينات هما يقولون ها يتمتن عضلات يعني يعني السابلمنت عبر وسائل تواصل الاجتماعي نحن يعني أكثر من مرة نقولهم لا تأخذون أي شيء صحي زين مبزين على وسائل تواصل الاجتماعي صحيح فهذه الشو الإجراءات اللي تم اتجاههم نحن أول شيء يعني مثل ما نقول وقايا خير من العلاج فنحذر الجمهور أنه ما يشتروا من الأفراد هذيلا والكلام اللي يذكرون أنه مرخص وزارة الصحة مرخص من هيئة الصحة أو بلدية دبي هذا الكلام يعني غير مثبت ومردود عليه صحيح فإلا يبغي يشتري مكملات صحية أو أدوية الأدوية في الصدليات المكملات الغذائية تكون في المراكز الغذية المعتمدة المعتمدة ومرخصة من هيئة الصحة ودارة اقتصادية يعني موجودة في المولات فأي شيء موجود هناك هذا هو المعتمد الصالح للاستخدام عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ما في أي ضمان على صلاحية المنتج ولا حتى على كيفية تخزينه صحيح إذا كان منتج مفيد ومرخص وصالح للاستعمال فالأولى أن يتم البيع عن طرق رسمية يعني محلات المرخصة صحيح دكتور مروانة وحد اشترا من هالمنتجات والضرر هل لا حق يقاضيهم ولا القضاء يعني ما لا حق يتقاضيكم إذا أخذت المنتج من رغبتك يعني إيه لا الحق يعني طبعا بس وين بتحصلهم يعني مثل ما تقول يمكن يكونوا خارج الدولة صحيح فمش متواجدين أم أنك تروح تشتري من محل مرخص موجود صحيح يعني معلومات المالك موجودة فيكون أفضل يعني لا ويكون يعني ضمن الأطر والقوانين المعتمدة في دولة الإمارات سواء كان يعني تجاوزها ولا خلاها لك الحق أنك أنت تأخذ بقضاك منهم إذا أن صح التعبير طيب دكتور يعني شو المبررات اللي يسعوا لها من خلال هذا التصوير وهذا الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعتقد هذه العيادات؟ شو المبررات اللي يبغون يوصلونها للناس؟ طبعا هم يبغون ينشرون يسوون مثل دعاية للطبيب للجراح ويعني في زمن السوشال ميديا يعني لما الدكتور يطلع في السوشال ميديا أكثر يعطي انطباع أنه أفضل ولكن مش صحيح يعني مش شرط أن الدكتور يطلع في السوشال ميديا أكثر هو الأفضل فيستو مثل يعني موضة سليبرتي زين بس مش شرط أنه أفضل يعني ونحن راح هيئة الصحة إن شاء الله في هالسنة 2018 بنحط دليل كامل للأخلاقيات اللي لازم يتكون متبعة والقواعي المتبعة في التصوير والإعلانات الطبية يعني ممتاز وبتوفروا لهم بداء الدكتور للإعلانات؟ أكيد أكيد يعني يعني في أماكن ثانية أو بتعطونهم ألية عمل معينة إذا حاب يعلن عبر وسائل التواصل لأنه ما نبغي نضيق على الناس بعد لا 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 يعني خصوة كان الشخص مرخص بس المفروض يعني تكونوا في قلوائح معتمدة يعني صحيح فيعني نبان شويا نسوي كنترول كنترول أن اللي يعطي المعلومة يكون شخص مرخص صحيح يعني فيه كثير حتى لاحظنا في بعض اللي تسميهم مشاهير أن هذا هو الشغلته يعني يروح العيادات المستشفيات ويصور وكما أنه مشكلة إذا تم وفق الأصول الصحيحة ولكن هذا الشخص غير مرخص بالضبط فهذا الشخص يكون له دور المذيع ما يكون دور الطبيب ويعطي معلومات صحية بالضبط صح فهذه الأشياء لازم تكون واضحة يعني ودائما يعني في العمليات الجراحية أو أي إجراء يعني تدخلي لازم تعطي السلبيات والإيجابيات أما إذا فقط تعطي الإيجابيات إيجابيات تعطي صورة غير صحيحة للمريض يعني مثل ما يقولون توقعات غير متوقعات يعني توقعات غير متوقعات توقعات غير متوقعات ومتابعين أكثر بالتاية تشتير أكثر صار إثارة الجدل هي طريقتهم لكسب المتابعين وكسب الزباين والذي في النهاية حتى أنك دكتورة يمكنني مثل الطبيب يسوي تامي تاك مثلا أو تشد عضلات البطن أنا ما فهم هو شو قاعد يسوي أصلا فما أقدر أحكم أصلا على شطارته ولكن هي صدم الجمهور عشان أحصل على المتابعين أكثر صحيح وحتى المعلومة دكتور يعطونك إياه بشكل مثير على أساس يصلون لأكثر عدد من الهاتف هاي حالة معقدة وأنا أحبت بسوي عليها وراح تشوفوها وراح تشوفو بطنها قبل وبطنها بعد فيعطونك إحساس أن هذا حرب أكشن يعني هذا مو مجرد عملية جراحية صحيح صحيح وفي يعني ضغط أو تشجيع زيادة على اللزوم على العمليات نحن نشوف أهم شيء التغذية والرياضة يعني صحيح عمليات تكون آخر شيء يعني بالضب صحيح وكلما نجيب الريال نجيب المريض المريض ريالة وحرمة بس هم والله يكتفون وحطون صورة قبل وبعد أعتقد هذا كافي يبين شطارة الدكتور يعني مثل تشوف طبعا نحن لما نشوف أي عملية تتسوي على أي شخص أنت شو تشوف كإنسان عادي نظافة العملية تحسن مثلا شكل الجسم شكل الجلد قبل وبين بعد أعتقد هذا يكون أكثر من كافي أنا أعرف أن الدكتور فعلا شاطر نظافة الجرح يكون وايد صغير يكون وايد تحت والحالة أعتقد ما أدري صراحة منه يتابع على الأشياء يعني أنا روحي كالطبيبة وما أحب أتشوف أحس يعني واحد تشابه يتشوف عمية جراحية فرق ترى فرق بين طبيب أسرة وجراح أنا أتكلم من الناس التي تطالعهم كيف تتطالع عن عمليات جراحية يعني صيب أنت ما شرحتي؟ شرحت الدكتور؟ لازم نشرح بس نشرح موتي يعني حضرنا عمليات يعني رحنا بال يعني ردة الفعل من الجمهور أن الكل يشجع هذه الفكرة وهذا القرار والكل يشوف أن القرار يعني لازم يتنفذ إن في وعي الناس فهم أن هذا الموضوع غلط صح بالضبط طيب دكتور كلمة خيرة تبغي توجهها مع نهاية هذا الحوار سواء للجمهور سواء للعاملين في القطاع الصحي سواء للدكاترة اللي قاعدين يشتغلون واللي قاعدين يروجون لأنفسهم بشكل غلط الكلمة الأخيرة نحن في هيئة صاحب دبي يعني ندعم القطاع الحكومة والقطاع الخاص ونحن هنا موجودين لمصلحة المرضى نشوف عمارنا يعني شركاء معاهم والقرارات للناخذة لمصلحة المريض ولمصلحة المهنيين الطباء بعد يعني إذا الطبيب إذا كان ممركز في العملية ويغلط ترابير يعني بيطيح في مشكلة أكبر مشكلة قانونية صحيح صحيح يعني نتمنى التعاون ونحن إن شاء الله راح نتابع وسائل التواصل الاجتماعي وبنشوف يعني إذا في أي مخالفات ما شاء الله عليكم يعني أحيانا دكتورة حتى يحطون بوست مخالف الزيل ويمسحون على طول يطلعهم دكتور مروان على طول هي يطلعهم وأدري كيف بس يطلعهم عندك طاقم جميل يتابع هالأشياء موجودة على السوشيال ميديا سيعطيكم العافية زاكر الله خير دكتور مروان الملة مدير إجارة التنظيم الصحفي هيئة الصحفي دبي نحن سعيدين جدا بهذا الحوار ونتمنى كذلك من خلال هذا الحوار يا جمعة الخير هذه الرسالة نبغي نوجهها لكم صحيح الإعلام الاجتماعي أي شيء خص صحتك لا تأخذه منه إلا من الجهات الرسمية والجهات الرسمية اللي هي معروفة يعني في دولة الإمارات وين هذه الجهات يطلع لك طبيب حتى لو طبيب قال حتى لو الدكتور قال أخذ هالدوة زين بتضعف لا تأخذ ما الآخر معلومات الصحية الطبية كذا لا تأخذونها من أي حد لأن هذه ما تملبي عمليات بحوث ودراسات وأمور كثيرة تأخذونها في هذا المجال فأخذوها من الثقات والثقات هي أحب أعيد وأقول نقطة بعد يعني الدكتور يعطي الوصفة الطبية أو يسوي العملية الجراحية الدكتور يعني بخصوص الوصفات يعطي الوصفة يعني العيادة ما تبيع أدوية حتى رصلنا بعض المخالفات أن الطبيب يقول هذا علاج ثوري ويعالج أمراض ما تتعالج أصلاً ويعطي الوصفة ويبيع الدوة مباشرة في العيادة هذا لا يجوز بيع الأدوية يكون في الصيدليات صحيح صحيح أوكي هذه نقطة وايد مهمة عموماً تواصلوا مع هيئة الصحة إذا شفتوا في أي شغلة مشبوهة في أي عيادة في أي مكان يعني العيادات بعدها تكون مرخصة وحاطي لكم الشهادات مال تلا طبا من الرخص كلها هذه الأمور تكون موجودة عموماً وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله يعني شكراً لتش ميرا المريكات معنا في التنسيق شكراً للقواس من في الإغراض شكراً لكي دكتور نادة الملة شكراً لكم خمسكم ونيس شكراً جزيلاً وحتى نلقاكم أطلع الأسبوع القادم تقبلوا تحياتي محمود يوسف العالي وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي